كابتال عادل بداية عايز اعرف الفكرة دي كانت من امتى بدأنا من امتى الحكاية من الاول لحد ما وصلنا للانجاز العظيم ده البطولة التالتة ولا الاخيرة ولا البطولات اللي قبل كده لا من اول خالص من اول ما قررنا نعمل منتخب لكرة اليد كلاسي متحرك مش بخطرنا والله يا كابتن كريم يعني احنا احنا اضطررنا لانشاء المنتخب لان احنا في مجلس ادارة كان اجتماع في شهر تقريبا اربع واخترنا ان احنا عندنا بطولة عالم للكراسي في شهر تسعة لا اقتنى معلش اربعة في شهر اربعة لحد تسعة لغاية تسعة ازاي بقى ازاي ده رسالة من الاتحاد الدولي اه وان احنا مصر هتنظم بطولة العالم للكراسي المتحدة خلاص اوكي ان النظامة ما عندناش مشكلة احنا جادرين بالتنظيم واحنا قادرين على التنظيم اهي انما ان انا اشارك بفريق طب انا ما عنديش فريق انا ما عنديش اندية اللعبة مش مدرجة ولا موجودة فكانت المشاركة بالرأي والمشهورة في المجلس ان احنا نتاجه للاجنة البرالمبية على اعتبار ان فيها لعبين زوى احتاجات خاصة تواصلنا مع دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللاجنة البرالمبية لان بوجه له الشكر للتعاون الجاد والوسيق معنا في الاتحاد واتجهنا روحنا نشوف وفر لنا عدد كبير جدا من اللاعبين عملنا للمختبرات عشان نشوف ان بلعبوا هندوبول ولا يعني جاب حوالي 120 لعب ولاعبة في المركز اللومب في المعادي اخترنا منهم اتنين تقريبا بس يعني اللي ممكن ممكن يلعبوا هندوبول وبالتالي الفريق ما تكونش احنا الكرة يدي كراسي متحركة بيبقى ميكس ما بين البنيين وبنات فبالتالي كمان الدم جدا مش متوفر فاتجهنا ان احنا عايزين ناس يتوبا متحركة على الكراسي كان لعبة كرة السلة لعيب كرة السلة بيوجيد الحركة قلنا طب نشوف اللاعبين لعبين كتير جدا بس مفيش دوري متاح في الوقت ده فاتجهنا قلنا طب نشوف احسن ناس منهم هو فيه منتخب قاله فيه منتخب عظيم نشوف المنتخب قاله لأ مش هينفعل ده عنده بطولة عالم قبل البطولة بتاعتكو بايام يعني طب هو هيتمرن بسكت والله هيتمرن هندوبول عملية غاية في الصعوبة طبعا لكن الفرج بيجي دايما وابدا مع الازمة يعني اه اتأجلت بطولة العالم للكراسي بتاعة البسكت طبعا هتلي بقى اللعيبة فكان متاح قوي ان احنا اه نوفر الاولاد ونجيبهم بس هنجيبهم من الوقت قد ايه كان خمسة واربعين يوم خمسة واربعين يوم معلش هنعم خمسة واربعين يوم انت مفوت تاخدهم من اللعبة هنديهم لعبة تانية بالزبط كده خمسة واربعين يوم فعملنا البرنامج الحمد لله وكان اللي بيساعدنا في كده ان اه تسعين في المية من من مهمة اللاعب في الهندبول كراسي متحركة تعتمد على قدرته في التحكم في الكرسي في الاصل في الاصل هاي والدليل على كده انا لو جبت منتخب اسوياء واعدتوا على الكرسي ولتلعب كراسي متحركة مش يعرف مش يعرف بجد فكان كان العامل الرئيسي الاولاد بيبقوا متحكمين جدا في الكرسي وكان معانا الكابتن الله يرحمه ويغفر له كان مدرب مساعد مدرب للكابتن واقل اللي عام 22 كابتن براميونس تقفاه الله يعني نسأل له المغفرة ساعدنا كتير قوي 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 يعني وخذنا البطولة وخذنا تاني وساعة ما أنا جيت حتى وشاربت لنا نضميت مع حضرتك في وقتها وخذنا البطولة وخلاص من الأحضرتك في وقتها